موسيقى اخبروا الى احصار من قناة الجزائرية الدولية اهلا بكم بداية اشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب اردوغان على مراسم التوقيع على 13 اتفاقية للتعاون الثنائي بين البلدين وتشمل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جار التوقيع عليها بمقر الرئاسة الجزائرية عقب محادثات بين الرئيس تبون ونظيره التركي اردوغان تشمل عدة قطاعات ابرزها الطاقة والخارجية والقطاع المصرفي والتعليم وغيرها اكد رئيس الجزائري عبد المجيد تبون ان زيارة نظيره التركي رجب طيب اردوغان الى الجزائر تمثل استحقاقا هاما في مسار العلاقات الثنائية رئيس تبون خلال الندوة الصحفية المشتركة مع نظيره اردوغان بمقر الرئاسة الجزائرية شدد على ان مجلس التعاون رفع المستوى الجزائرية التركية الذي وقدت ثاني دورة له الثلاثة بالجزائر افحى مجلس تعاون استراتيجي مشيرا الى ان العلاقات الجزائرية التركية قوية وذات افاق مفتوحة على مزيد من التعاون وبكل ثقة وصدق بانها علاقات قوية وذات افاق مفتوحة على المزيد من التعاون نظرا للارادة السياسية السادقة في الجزائر والتركيا ولدينا ديناميكية في التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الذي شهد تطورا متزايدا في السنوات الاخيرة يعكسه حجم التبادلات التجارية حيث بلغ اكثر من خمس ملايير دولار خلال سنة 2022 ويتجاوز ست ملايير دولار في سنة 2023 وصبحنا بهذا مع اشقاءنا الاتراك ثاني شريك تجاري في افريقيا بالنسبة لتركيا والوجه الاولى للاستثمار تركي في افريقيا من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان المحادثات مع نظره الجزائري كانت مثمرة لافتا الى ان اضفاء البعد الاستراتيجي على مجلس التعاون رفيع المستوى الجزائري التركي يمثل اشارة للمستوى الذي وصلت اليها العلاقات الثنائية متوقع عن وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين الى نحو 6 بليارات دولار بنائية العام اعدنا تسمية مجلسنا ليصبح مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى اضفنا كلمة استراتيجي لكي يعكس الوضع الحالي لتعاوننا وكان هذا القرار اشارة للمستوى الذي وصلت اليه علاقاتنا الثنائية تربط الجزائر وتركيا علاقة صداقة واخوة عمرها قرون ونتوقع ان يصل حجم التبادل التجاري بيننا والذي سجل مستوى قياسيا قدره اكثر من 5 مليارات دولار العام الماضي الى 6 مليارات دولار بنهاية العام الحالي ونأمل ان يصل الى 10 مليارات دولار وهو الهدف الذي حددته مع اخي تبون في وقت قصير من خلال زيادة جهودنا واعتقد ان اتفاقية التجارة التفضيلية التي ستبدأ المفاوضات بشأنها باعلان النوايا المشترك الذي وقع عليه وزيراء التجارة اليوم سوف تقدم مساهمة كبيرة في هذه الجهود نحن معجبون بجهود الجزائر في تعبئة امكاناتها الاقتصادية من خلال تنوحي انشطتها تحت قيادة اخي تبون وتدعم قرابة 1400 شركة تركيا هذه العملية نحن فخورون بشركاتنا هي كبرى المؤسسات المستثمرة التي توفر فرص الشغل في الجزائر وسوف نسعى جاهدين لزيادة هذه الاستثمارات كما نشعر بسعادة بالغة باستثمارات الجزائر في تركيا كما اكد الرئيس التركي رجب طي أردوغانا الجزائر وتركيا تحدوهما رغبة مشتركة لتعزيز التعاون وتعمق الشراكة مشيرا الى مواصلة تقديم التسهيلات للمستثمرين الجزائريين لزيادة استثمارهم في تركيا وقد قررنا أيضا أن تستمر الآلية باعتبارها مجلسا استراتيجيا رفيع المستوى من الآن فصاعدا ناقشنا خلال لقاءاتنا العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا وذلك بالتفصيل كما أننا استعداء بالاستثمارات الجزائرية في بلادنا وسنواصل تقديم التسهيلات اللازمة لإخواننا الجزائريين لزيادة استثماراتهم في تركيا قال الوزير الأول لجزائري نذير العرباوي في كلمة له في افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري تركي إن المنتدى يعد آلية أساسية للتعاون والشاركة بين الجزائر وتركيا العرباوي أكد أن الشعار الذي تحمله الطبع الثاني للمنتدى يمثل الطموح القوى لدى الرئيسين عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان لتأسيس شراكة استراتيجية استقطاب الاستثمارات وتعزيز المبادلات التجارية إن الشعار الذي يحمله المنتدى من أجل شراكة اقتصادية منتجة ومستدامة تترجم بحق الطموح القوي الذي تتقاسمونه فخامة الرئيس مع أخيكم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتأسيس شراكة استراتيجية موجهة لإستقطاب الاستثمارات وتعزيز المبادلات التجارية وتسجيع التعاون المثمر بين المؤسسات الجزائرية والتركية بشكل يعكس أواصر الأخوة التاريخية المتجدرة التي تربط البلدين الشقيقين لقد عرفت علاقات التعاون بين الجزائر والتركية الشقيقة قفزة نوعية في السنوات القليلة الأخيرة خاصة بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة من جانبهم وصف المتعاملون الاقتصاديون الأطراك اللقاء بالمثمر مؤكدين أهميته في تبادل الخبرات بين الجزائر وتركيا وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين سعيد جدا في وجود الجزائر الدولة الشقيقة الحمد لله اللقاء هذا صار مفيد ومثمر جيد لنا تم بعض الاتفاقات مع الشركات إن شاء الله سيكون لنا استثمار قريبا في الجزائر الجزائر حاليا من بين البلدان التي نستثمر فيها بشكل إيجابي هذا اللقاء سيمكننا من تبادل الخبرات بين البلدين نحن مستعدون للعمل من أجل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين الجزائر وتركيا شركتنا أنجزت عدة مشاريع في قطاع السكن في كل من البوليدا بوينان ورغايا أولوياتنا اليوم البحث عن شراكات جديدة من أجل العمل لتوسيع استثمارتنا تعززت العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا بالتوقيع على عدة اتفاقية تعاون وذكرات التفاهم تتصدرها اتفاقية تجارية بين شركتي سونطراك وبوتاش وتتعلق ببيع وشراء الغاز المميع خطوة اعتبرها وزير الطاقة التركي بأنها تعزز التعاون عميق الجذور بين الطرفين يأتي هذا في وقت شدد فيه الرئيس أردوغان على الضرورة أن تعزز العلاقات الثنائية باستثمارات رجال أعمال الجزائريين في هذا البلد الشركة الاقتصادية بين الجزائر وتركيا تتعزز بتوقيع البلدين على 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم تفتح أفاقا جديدة للعلاقات التاريخية بين الجزائر وأنقرة وباعتبار الجزائر موريدا هاما وموثوقا في سوق الطاقة العالمية تمدد تركيا اتفاقية استراد الغاز الجزائري المساد لمدة ثلاث سنوات ذمن خطوة تعزز التعاون الثنائي يقول وزير الطاقة التركي اتفقت سونطراك الجزائرية وشركة بوتاش التركيا على تمديد اتفاقية استراد الغاز الطبيعي المسال بين البلدين والتي بدأت منذ 1988 لمدة ثلاث سنوات أخرى لتواصل تركيا شراء 4.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا من الجزائر تمديد هذا الاتفاق التاريخي سيؤدي إلى تعزز التعاون عميق الجذور بين الطرفين ودفعه إلى الأمام في المستقبل العلاقة الاقتصادية المتينة بين الجزائر وتركيا الآخذة في التطور خلال السنوات القليلة الماضية ترجمتها دعوة الرئيس التركي أردوغان لرجال الأعمال الجزائريين للاستثمار في بلاده مع وضع كل التسهيلات لإنجاز مشاريعهم لقد عرفت علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا الشقيقة قفزة نوعية في السنوات القليلة الأخيرة خاصة بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة ولا يفوتني هنا السيد الرئيس أن أشيد عاليا بالمستوى الذي بلغه التعاون الاقتصادي بين البلدين نقشنا خلال لقاءاتنا العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا وذلك بالتفصيل كما أننا سعداء بالاستثمارات الجزائرية في بلادنا وسنواصل تقديم التسهيلات اللازمة لإخواننا الجزائريين لزيادة استثماراتهم في تركيا ويتوقع أن تتجاوز قيمة المبادلات التجارية بين الجزائر والتركيا 6 مليارات دولار مع نهاية السنة الجارية مع استهداف الوصول إلى قيمة حجم تبادل انتجاري بعشرة مليارات دولار على المدى المتوسط ولإثراء النقاش رحبه بضيفي هنا في البلدون المحلل الاقتصادي دكتور هواري تغرسي أستاذ هواري كيف نقر حزمة الاتفاقيات بين الجزائر وتركيا بداية تمديد اتفاقي الغاز لثلاث سنوات بين الشركتين التركيا والجزائرية المبادلة في المراحل القولة الأولى تحتمد على منظومة تجارية ونظن أن هناك اتفاقية مهمة لتذليل العقبات بينها وتزويد هذه المنظومة بتسهيلات مهمة جدا فيما يخص التجارة المبادلة التجارية وليشفنا أن الرقم هذا وصل إلى موكين من سنة رح يفوت ستة مليار طبعا مهم جدا لأنه أنا لاحظنا اتفاقية مهمة جدا وهذه اتفاقية من شأنها تعطي حلول بالنسبة للمنظومة أنه رقم إعلان الوزاري مشترك حول نية توقيع على اتفاق التجارة التفاضلي بين الجزائر والتركي يعطيه طبعا أكثر تبسيط وتذليل كثير من العقابات لأنه شاهدنا المرحل السابقة وشاهدنا طبعا توقيع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي كانت هناك طبعا كانت هناك تحفيزات مهمة جدا فيما يخص هذه الشراكة ولكن لم نرتقي إلى مستوى هذه الشراكة من حيث استقتار طبعا استمار لأنه مهم جدا بالنسبة للجزائر عن إمكانيات كبيرة في خص الجزائر وطبعا تغير مستغلة تقريبا كيف يمكن تحفيز استقطاب الاستمار نقطة ثانية التحول التكنولوجي كيف يمكن استقطاب تكنولوجيا وشفنا أن تركيا جد متطورة فيما يخص هذا الجانب أكثر من أو ترتيب تحت تقريبا الثالث بالنسبة لي المؤسسات صناعية لموجودة في تركيا نظن أنه حتى بالنسبة لي للعنصر البشري مهم جدا وشفنا اتفاقية فيما يخص التبادلات والمنح طبعا في قطاع التعليم العالي وتركيا كيف يمكن أنه الولوج طبعا كل الباحثين الجزائريين أنه شقة تركيا تركيا وإيطاليا وروسيا لأنه حتى بالنسبة للصين تنوع الشركة استقطاب طبعا هذه التكنولوجيا واستقطاب طبعا المستوى بالنسبة لي البحث في كلا أو الطرفين حتى بالنسبة لي المنظومة الفلحية اللي نظر الجزائر إلى أساسات المرحي السابقة إلى منظومة بنكية بالنسبة لي البوذور الجزائرية ولكن لما تكون عندك اتفاقيات شراكة بهذا النوعية مهم جدا استقطاب طبعا هذه الخبرة هذه التكنولوجيا نوعية طبعا المنتجات لأنه عندنا حركية وعندنا ثورة بالنسبة لي المنظومة الفلحية في الجزائر دليل فقط أن نستغل 8 مليون هكتار من 49 مليون هكتار كيف يمكن استقطاب طبعا استثمار التركي في الجنوب لأنه أنا شخصيا شاهدت كثير من الأتراك موجودين في أضرار حبين يقوموا باستثمارات مهمة جدا كيف يمكن استقطاب هذه الخبرات فيما يخص المنظومة الفلحية وحتى بالنسبة لي قضية البوذور اللي هي مهمة جدا لتفعيل خاصة بالنسبة لي هذه القيطة عن ذن كثير منها الاتفاقيات موجودة منها مرتبطة بمذاكرة تفاهم في مجال البيئة كذلك في حتى بالنسبة لي سنعات فضائية نعم كل هذا نظر إلى جانب الاتفاقيات اللي كانت موجودة في مراحل السابق هناك كثير من الاتفاقيات مرتبطة باقتصاد المعرفة المرتبطة بالمؤسسة الصغيرة المتوسطة المرتبطة كذلك بسيد البحري المرتبطة بالموانئة المرتبطة بي كذلك صنع طبعا كثير من المنتجات المهمة اللي يمكن استقرابها فعل معها فقط أن سيد الرجموري في كثير من المرات يقول أنه مهم جدا هذه الاتفاقيات كيف يمكن تفعيل هذه الاتفاقيات في أرض الواقع من خلال نعم رئيس التركي أستاذ هوريتي غرسي وعد بتقديم تسهيلات للمستثمرين الجزائريين هل سنصل إلى ربما تسهيلات تفاضلية مثل التجارة تفاضلية للمستثمر الجزائري ربما مسألة تسهيلات في الرسوم أو وعاء الضريبي بدرجة الأولى للمستثمر الجزائري حتى يستثمر في تركيا والعكس صحيح نعم بنفس الكلمة كيف يمكن أنه تقديم تسهيلات طبعا بالنسبة للمستثمر الأجربي اللي هو المستثمر التركي لأنه سيد طبعا أردوان حريص جدا على استقطاب الاستمارات الجزائية في تركيا وشفنا كثير منها الاستمارات الموجودة وهذا مهم جدا لأنه الاستثمارات طبعا في تركيا ممكن تحويلها في المراحل القادمة وطبعا تحويل التكنولوجيا كيف يمكن أنه تقديم هذه التحفيزات بالنسبة للجزائر كيف يمكن استقطاب الاستمارات لأنه نحكو على أكثر من الفربعمائة مؤسسة موجودة في الجزائر ولكن كيف يمكن الولوج لكل القطاعات لأنه التفوق تركي تقريبا في كل القطاعات الوزرية كيف يمكن طبعا استقطاب هذه من خلال تحصير مناخ الاستمار لأنه شفنا أنه الجزائر طبعا توراين كل الدول على قانون الاستمار فيما يخص الموجود في الجزائر وكذلك بالنسبة للقانون مثلا العقار وهو مهم جدا حتى نشفنا اليوم اللقاء طبعا المجلس الحكومة مراسيم التنفيذية فيما يخص هذا العقار لتدليل طبعا العقابات فيما يخص الاستمار نظن أنه كذلك لأنه لما نحكي على منظومة ضريبية كما حكيت أنتها مهم جدا لأنه هذه المنظومة الضربية هذا ما يفعل عن المستثمر دائما أستاذ وريكي غرسي في المسائل الضريبية نقارات مهمة بالنسبة لسيد الرئيس من خلال القانون المالية مثلا 2024 اللي رسم على النشاط المهني وعبء كبير وقارار شجاع بالنسبة لسيد الرجمولية ولكن لأنه تعتبر مداخل مهمة بالنسبة لجمالة محلية ولكن القبضاء الأخرى لتمويل هذه الجماعات المحلية ولكن تخفيف العبء الضريبي عن المستثمر لأنه من بين النقاط الأساسية بالنسبة لرفع القدرة الشرائية بالنسبة للمواطن والحفاظ للقدرة الشرائية بين المواطن هو الحفاظ على المستثمر والتخفيض طبعا هذا العبء الموجود بالنسبة ل نفس المنطق كيف يمكن استقطاب طبعا هذه الشركة التركية اللي عندها طبعا خبرة وعندها باع تقريبا في كل المجالات سواء بالنسبة للنسيج سواء بالنسبة للحديد سواء بالنسبة للصيد البحري سواء بالنسبة للمؤسسات الناشئة كيف يمكن صناعة البواخر طبعا صناعة البواخر تقريبا في كل القطاعات الوزارية عندها باع كبير في الجانب هذا مهم جدا كيف يمكن أن نوفر طبعا هذا المناخ الإسمار للتحفيز لأنه إمكانية غير مستغلة قريبا نستغلة أقل من 20% من إمكانية موطنية كيف يمكن استقطاب عن طريق طبعا شاركة لأنه حاجة الإيجابية شفنا أنه خرجت السيدة الجمهورية إلى هذه الدول في المراحل السابقة في كل مرة تقريبا رجال أعمال أكثر من 70 وفي بالحالة 180 رجال أعمال يشوفوا طبعا من خلال الزيارات المتعددة وكيف يمكن تفعيل القوانين الموجودة في الجزائين أنه مثلا بالنسبة للصندوق الدعم الصادرات مهم جدا في ونوج الجزائين حضور الجزائين طبعا كل ما هو معارض الدولي لأنه من المعارض الدولي يمكن أن تكسب خبرة يمكن أن تستقطب مستثمر يمكن أن تروج لسوق الوطنية يمكن أنك تروج للقانون يمكن أن تروج حتى بالنسبة للإمكانيات وحتى للثروات الوطنية هناك كذلك أستاذ وريد غرسي تمديد اتفاق الغاز بين سنطراك وشركة بوطاش تركيا لثلاث سنوات إضافية إذن 35 سنة معه والتفاق بين الجزائر والتركيا بالنسبة للغاز المسال الآن تواصل الشركة التركية وتواصل الشراكة الجزائرية التركية في نفس السياق ندرك حاجة تركيا للطاقة بما أنها الدولة مصنعة بالدرجة الأولى مع التحول تورتفع أسعار الطاقة في الفترة رفيق وكشريك موثوق في مسائل الطاقة لأنها أضحط اليوم مسائل مهمة للدول الصناعية الكبرى نرى اليوم ماذا يعانيه الاقتصاد الألماني بسبب أسعار الطاقة الفرنسي العديد من الاقتصاد في أوروبا تعاني الأمرين لكن دائما تركيا تبحث عن بدائل وتبحث عن الشريك الموثوق في السوق خاصة للطاقة الجزائر طبعا شريك موثوق بالنسبة لتزويد الأسواق الأوروبية وحتى الأسواق الأخرى الدليل أنه شفنا طبعا مفوضة الاتحاد الأوروبي في المراحل السابقة أنه توجه كل ما يتعلق بالإستمار الأوروبي إلى الجزائر لأنه شفنا من خلال عملية استكشافات المهمة بالنسبة للجزائر أنه هناك طبعا إمكانيات وطنية مهمة جدا ولكن ضروري أنه نحتاج إمكانيات لكل المؤسسات في الجانب المؤسسات الأجنبية ونظن أنه الفكرة الموجودة بالنسبة للجزائر نعم هناك إمكانيات طاقوية ولكن يجب أن تستثمر في هذه الإمكانيات الطاقوية حتى يمكن أن نزويدكم في المراحل القدمة هذه اللغة التي صرحت بها الجزائر وشاهدنا تفاهم من الاتحاد الأوروبي ومنثل الاتحاد الأوروبي وحتى بالنسبة ل كثير من الأوروبيين نظن أنه تركيا طبعا شريك مهم بالنسبة للجزر موثقية كبيرة بالنسبة للجزر وتعاون طبعا دائما متبدل كيف يمكن أنه نسرع في هذه العلاقات ونفعل طبعا هذه الاتفاقية التي تقريبا أكثر من 30 اتفاقية موجودة في كل القطاعات الوزرية وكيف نحاسب نفسنا ونراقب ونعاود طبعا في كثير من المرات أين طبعا وصلنا في هذه الاتفاقيات مع كل القطاعات الوزرية هناك أخبار عن اهتمام تركي بمسألة الانتقال الطاقوي في الجزائر والطاقة الشمسية وصناعة الألواح أو إنتاج الألواح الشمسية في الجزائر ربما حتى التحول الطاقوي تهتم به الجزائر كثيرا في الفترة المقبلة مع شركاء لهم باع في هذا المجال نعم شفنا تركيا وشفنا كذلك بالنسبة للإتحاد الأوروبي لأنه الاتحاد الأوروبي يريد طبعا حصول على ذلك الطاقات المتجدة طاقة طبعا صديقة البيئة ولكن هناك إمكانيات كبرى في الجزائر من حيث الاستكشاف ولكن من حيث الإصمار نريد استقطاع طبعا إصمارات مهمة ما على الأطراق في المراحل القادمة إلا الولوج الإصمارات بالنسبة لهذه الهدروجين الأخضر بالنسبة لكثير منطقات الموجودة في الجزائر قلت لك أنه تقريبا أقل من 20% من الاستغلال للإمكانيات الوطنية المراحل الأكيد أن تركيا عندها طبعا علاقة خاصة مع الجزائر وعندها راح تكون عندها تحفيزات أخرى مقارنة مع دول أخرى لأنه التقارب طبعا سياسي والتقارب الاجتماعي والتقارب الأخلاقي والتقارب طبعا تاريخي والقرور موجودة بين الجزيرة وتركيا حتى التقارب طبعا الديني واللغوي وحتى كثير من الأمور أنه تجمع بين تركيا والجزيرة ويمكن تفعيلها من خلال استقطاب هذه الإصمارات من خلال تذليل العقابة مهم جدا نحكو لها مناخ الإصمار في الجزيرة وعننا عامة كبيرة خاصة في هذه السنة في مشاريع قوانين مسألة تذليل العقابات هو المشكلة الأكبر ربما هنا في الجزيرة الأستاذ وريتي غرسي والمسائل البيروقراطية وحتى نضمن مزيد من المرونة للمتعامل الاقتصادي الأجنبي وحتى المحلي في الجزيرة أكيد لأنه إمكانيات تقاوية موجودة في الجزيرة مدعمة في الجزيرة في طبعا متوفرة في الجزيرة عنصر طبعا بشارية مهم جدا وطاقات بشارية مهمة جدا شابة تكوين مهم جدا قربها من استراتيجي موجود نظن في وجود هذه المدخلات بالنسبة للعمل الانتاجية تعطينا ثروة وبأسعار معقولة بأسعار طبعا جدا معقولة مقارنة مع أوروبا لتعاني من المورد التاقة وتعاني من الأسعار التاقة وتعاني طبعا من الاتفاع بالنسبة للمنتاجات تنظن أنه إنتاج هذه المواد بالنسبة للجزيرة سوف طبعا محفز ويكلف أسعار طبعا خيالية مقارنة مع الدول الأوروبية فقط أنه كيف يمكن أنه نقوم بتدليل لأنه بكل صرحة إما طبعا الثروة بصفة عامة أو الضريبة أو الرسوم في كثير من الحالات كيف يمكن أنه نخفض طبعا أنه هي الضربة باش نرفع طبعا لأنه لأنه في بالحالة لما تكون ضربة تمثل 40% أو 50% بالنسبة للمنتاج غير مشجعة كيف يمكن بداية كانت من خلال سيدة الجمهورية طبعا قرارات مهمة جدا في المرحل السابقة بالنسبة لكثير من الرسوم نظن أنه بداية مشجعة كيف يمكن تدليل هذه العقبات في المرحل القادمة باشي يعطينا اقتصاد قوي وقابل لاستقطاب الاستمارات الجنبية شكرا لك أستاذ وريتي نواصل النشرة قبل الختام تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل مؤشرات على تراجع الطلب في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وفي التعاملات المبكرة تراجعت العقود الآجلة لخامي برانت القياسي تسليم شهر جنف جلال خامي غرب تكساس الوسط الأمريكي تسليم شهر جنف القادم بنسبة 0.24% لتبلغ 77 دولار فاصلة 58 سنة للبرميل ختام أخبار الاقتصاد يمكنكم متابعة عبر الشبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة